مرحبا درسي اليوم هو عن F الشرطية F الشرطية لها أربع حالات الصفرية والأولى والثانية والثالثة الناس والمدرسين وقرامات اليوب التانيات أخذ عشر دقائق عشان يشرح كل واحدة فيهم بفيديو يعني نشرح الأربعة بأربعين دقيقة في درسي اليوم بالفيديو هذا رح أشرح لك الأربعة مع بعض في فيديو بجملة واحدة في فيديو أقل عشر دقائق خلينا نبدأ الدرس مع بعض طيب اللي رح نعمله بشكل بسيط جدا مثل ما شرحت لك الأزمنة بجملة واحدة رح أشرح لك قواعد F الشرطية الأربعة بجملة واحدة اللي رح نعمله التالي رح نقول كل واحدة متى تستعمل مثال عليها وشو الزمنين المستعملين في جملتها قبل ما نبدأ F عبارة عن F جملة وبعدين جملة يعني F بتربط جملتين في بعض بمعنى كل ما تشوف F بيكون في عندي جملتين كل جملة لها زمن معين نبدأ من الأولى اللي بيقول عنها F الصفرية F الصفرية متى تتكون؟ بشكل بسيط جدا F الصفرية تتكون لنبدأ نتكلم عن حقائق بس مثال إذا بتسخن تلج بدوب هذه حقيقة أو نشوف الزمن اللي استعملنا في الجملتين الزمن الأول present simple والزمن الثاني الجملة الثانية برضو present simple بس خلصنا من F الصفرية نيجي لـ F رقم واحد اللي هي الحالة الأولى من هي F معنى F واحد F واحد لإيش بنستعملها؟ لما بدنا نتكلم عن إذا بتعمل شيء في احتمالية شيء تاني إنه يصير ناخد مثال إذا عندي فلوس كفاية سوف أذهب إلى الصين الزمن تبع الجملة الأولى هو إيش present simple والزمن تبع الجملة الثانية هو إيش مستقبل بسيط اللي هو إيش future simple نيجي لـ F رقم F الحالة الثانية هي الثالث واحدة فيهم الـ F الثانية نستعملها متى الاستعمال؟ لو نتكلم عن شغلة مش حقيقية شغلة مش رياليستيك مش واقعية وفي الأغلب مش رح تصير في المستقبل ناخد مثال عليها if I had enough money if I had enough money I would go to China or I would be going to China if I had enough money I would go to China or I would be going to China الزمن تبع الجملة الأولى هو إيش past simple والزمن الثاني بيقول عنه present conditional أو present continuous conditional الحالة الثالثة أو الأخيرة في حالات F اللي هي لما بنا نتكلم عن أنه الأوضاع الحالية كان ممكن هتكون مختلفة لو أنه في شيء في الماضي صارت بشكل مختلف ناخد مثال if I had had enough money I would have gone to China في المثال الأول if I had had نستعمل إيش اللي هو past perfect لو كنت امتلاكت لو كنت امتلاكت if I had had enough money past perfect I would have gone to China نستعمل إيش perfect conditional فقط هذا هو شرح حالات F الأربعة اللي لازم أنت تستوعبها رح ألخص لك إياهم الآن بالجدول اللي رح تشوفه هون F الصفرية نتكلم عن حقائق وبنستعمل في الجملتين في الزمنين تاع الجملتين هما present simple F الحالة الأولى F1 لما أنا بنتكلم إذا صار إذا أنت بتعمل شيء ممكن يصير شيء في المستقبل نستعمل present simple تاع الزمن الأولى والجملة الثانية بتكون في المستقبل البسيط future simple الحالة الثالثة لما أنا بدي أتكلم عن شغلة unrealistic وغالبا مش رح تصير في المستقبل نستعمل ماضي بسيط في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية نستعمل مضارع شرطي أو مضارع مستمر شرطي present continuous present conditional أو present continuous conditional الحالة الأخيرة لF اللي هي نستعملها لأنه الوضع الحالي كممكن يكون مختلف لو أنه الشغلة اللي صارت في المستقبل في الماضي صارت بشكل مختلف الزمن تبع الجملة الأولى بيكون past perfect والزمن تبع الجملة الثانية بيكون perfect conditional بس وبالنهاية كل الشرح اللي أنا شرحت لك إياه هذا الأمثلة الكلمات الجدوى القواعد كلها حطت لك إياه بملف word مكتوب كل شيء بإمكانك أن تتحمله من اللينك اللي حطت لك إياه بوصف هذا الفيديو هذا كان بناء نعط لبكم صرت كل شيء بأشرح لكم إياه بحطو لكم إياه بملف تحمله تعملله عنكم تحميل على جهازكم ما تنسونا باللايك والشير شكرا للكلمة الحلوة تركونا إياه وانتظرونا بفيديو قريب تحياتي لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر